السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل وفد المشاركين بالمؤتمر العالمي لدور وهيئات الافتاء في العالم كمان تابع مراحل تنفيذ أستاذ جوليوس نراري في تنزانيا وأكد على الدعم الكامل للمشروع أيضا قوات الجوية المشاركة بالتدريب المشترك المصري الإماراتي زي ثلاثة وصلت لدولة الإمارات ووزير الدفاع تفقد إحدى الوحدات الفنية تابعة لإدارة الأسلحة والدخيرة كمان معنا خبر بوصول الغواصة S44 لقاعدة الإسكندرية لتنضم للقوات البحرية والقوات المسلحة نضمت زيارة ميدانية لوفد من طلاب جامعة القاهرة وده لمشروع مصر أو مستقبل مصر والحكومة بتنفي شائعات التلاع وفيه كرسات الإجابات لطلاب الثانوية العامة بالإضافة أن صندوق تحيا مصر أطلق قافلة حماية اجتماعية على الوحاة أو في الوحاة البحرية وأخبار تانية كتير البداية مع جمالة أشكرك أحمد شكرا جزيلا والبداية مع سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي واستقباله أمس الوفد المشارك في المؤتمر العالمي لدور وهيئات الإفتاء في العالم واللي بتنظمه دار الإفتاء المصرية تحت عنوان مؤسسات الفتوى في العصر الرقمي وقال سيادته أنه هيئات الإفتاء عليها دور مهم في نشر الفهم الوقاعي لصحيح الديد وقال كمان أنه ضروري مؤسسات الإفتاء تواكب التطورات الرقمية والتصدى للمنصات الإلكترونية اللي بتبث أفكار مغلوطة بعيدة عن جوهر الدين الإسلامي الحنيف ترجمة نانسي قنقر